كتب السحرة المستديرة أهلا بك مرة تانية ومئة عام من التاريخ الرياضي مئة عام من كرة قدم في العالم بشكل عام كلمني شوية ازاي تم سردهم كلمني شوية ايه اهم المحطات اللي ممكن تكون كانت موجودة في المئة سنة دول لا وطبعا فكرة المئوية احنا عد علينا مئويات كتير في الكرة منها حتى مئوية اتحاد الكرة المصري مئوية منتخب مصر مئوية الفيفا يعني عد الفترة اللي فاتت كذا مئوية يمكن كرة القدم هي يعني الاهتمام بيها بقى متزايد جدا في كل حتة في العالم حتى الدول اللي كانت قبل كده مش مهتمة بكرة القدم بدأت تتطور في فكرة الاهتمام والتسويق للكرة شوفنا دلوقتي يعني امريكا عملت كاس عالم في 94 لكن كمان دلوقتي هتصدي في اول نسخة من كاس العالم للاندية بمشاركة 32 فريق وده هيكون حدث كبير جدا السنة اللي جاية في محطات كتير مرت بيها الكرة من بداية ظهورها في انجلترا لكن كمان مسألة القرن العشرين هو اللي كان فيه كل الأحداث الكبيرة تطور كرة ووصولها للشكل اللي احنا فيه دلوقتي وانها تتحول لمرحلة انها تبقى صناعة صناعة واستثمار حقيقي بيدخل فلوس كتير يعني جواه فلوس كتير جدا في نفس الوقت انه فيه توقف كتير حصلت فكرة انه يتأسس الاتحاد الدولي لكرة القدم وتخرج كرة القدم بعد ما كانت لعبة بس جوة بطولات دورات الألعاب الأولمبية بقى فيه بطولة كاس عالم وبعد كده توقفات اللي حصلت بسبب الحروب العالمية الأولى والتانية ثم مرحلة التطور بقى من بعد يعني مرحلة ستينات والسبعينات نحن ندخل التمانينات والكرة تبقى قوة اقتصادية على مستوى العالم